أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان ويمكن زي ما كنا نتكلم مع حضراتكم في أول الحلقة احنا بنكلم دلوقتي عن مئة يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية والعالم كله بيعاني من أزمة اقتصادية كبيرة حدثت بسبب هذه الأزمة الروسية الأوكرانية واللي أثارت على كبرى الدول وبالرغم من ده فالدولة المصرية صامدة تحاول أن تمتص هذه الأزمة وتمتص تأثيرتها وتدعيتها على المواطنين وخصوصا محدودين الداخل نتكلم بالتفاصيل عن ما يحدث في العالم وما يحدث محليا أيضا لامتصاص هذه الأزمة الاقتصادية العالمية قلينا نتكلم مع دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي لأنه ورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دكتور ويعني لو تكلمنا عن السيناريوهات القادمة للمرحلة القادمة عالميا ومحليا مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والحديث عن يمكن أزمة غزاء ما حصلتش قبل كده في العالم كله وأزمة الطاقة الوضع في مرحلة الجاية يكون عامل إزاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا يعني بصفة عامة يعني ضد إلا أنا أدي نظرة شاؤمية للمستقبل يعني طبعا أنا بنتهيك فكرة يعني يعني بشر ولا تنفره لأنك أنت طبعا لو حاولت تدي نموذك أو تصور سيء أو تصور مظلم ده هيأثر أكثر هيخلي الأسوأ أسوأ هيخلي الأسوأ أسوأ يعني حتى دايما بنقول أنه ممكن يكون مثلا المواطن عايز السلوك الأفراد مثلا بيأثر ممكن يزود الأزمة أو ممكن يقللها يعني مثلا لو مواطن عايز يجنب نفسه من التضحم هيضطر يشير سلع ومنتجات فوق طاقته أو سلع ومنتجات ويخزنها فده هو اللي هيعمل التضحم أي طوابير أو أي طلب مبالغ فيه اللي هو طلب أكتر من استهلاكات لغرض التخزين أو الغرض النخايف من المستقبل ده أكيد هترتب عليه أن السلع ومنتجات هتوبة أكتر في الأسعار أو المستعار هترتفع فأنت يعني المفروض تتعامل مع الأزمة دي بثقافة ثقافة ترشيد الاستهلاك ده جزء ثقافة أنك أنت مفروض الرسائل الإيجابية لازم توجه بشكل مستمر للمواطنين يعني أنت لو قاعدت تدي رسائل سودوية ده إحنا دخلين في نفق مظلم ده إحنا أنت متصور المواطن هعمل إيه صحيح أنت رد فيها المواطن هعمل إيه ولكن المواطن محتاج رسائل إيجابية تتصق مع الواقع بالفعل إحنا عندنا في مصر أكثر من تجربة قد أصعب من كده أحداث أو أيام صورة يناير وأيام مكافحة الإرهاب وأيام الكوفيد سيمكن أيام مكافحة الإرهاب دي تحديداً اللي تأثر بيها أكتر المواطن السنو الحمد لله كان في باقي المحافظات الوضع المستقر ولكن في النهاية أزمة صعبة مرت على مصر وعدت علينا بسلام أيضاً أيام كورونا في 2020 العالم كله كان أفل على نفسه ولكن أزمة أيضاً عدت علينا فعني الأزمات كتير بتمر علينا كتير وهنا عدي منها إن شاء الله طبعاً أنا عايز أقول أن برضو كل دول العالم بتسعى أن تعمل مصالحات وتسويع يعني يبتدي في حل وجاء وفي مبادرة إيجابية ظهرت من بوتين لما تحدث مع رئيس الاتحاد السنغالي مبارح أنه هيفرج عن الحبوب والحبوب موجودة ومتخزنة بالفعل في الصوامع وفي المواني الأوكرانية وأنه هو الموضوع ممكن هو بوتين في تصرحاته لرئيس الاتحاد الإفريقي بالأمس ألقى باللوم على السبب في هذه الأزمة على الغرب أيما كان الطرف في الحقيقة في واقع دلوقتي بيفرد نفسه إنه بقى فيه عنق زجاجة موجودين كلنا فيه بسبب ما يحدث في روسيا وأوكرانيا إيه المخرج اللي نقدر من خلاله نعدي هذه الأزمة اللي أثقال تكاهل المواطن المصري يعني خلاني نكلم في مصر بقى تحديد طيب تعالي نرجع لمصر طبعا أنا عايز أقول إن الشغل على الابتفاق الزاتي من مواد الغذائية الأساسية ده شغل بيأخذ سنوات وإنه هو مش الأزمة الأوكرانية هي اللي خلتنا نبتدي نأخذ بالنا من هذه الكصة دي ولكن أنت من سنوات ولا حاجة من 2015 و16 وفكرة إنك إنت تكتفي ذاتيا من السلع والمواد الأساسية يمكن كنا شغالين عليها يمكن بإطار بطيء أو الموضوع ده بيأخذ وقت ولكن إحنا نقدر نقول شغالين إحنا كان نسبة استرادنا من الأبحكات عالية جدا ولكن إحنا زي ما يقول حصل توسع بالمعنى المفهوم وفضع توسع في الأراضي الزراعية علشان تقدر تصل إلى أكبر رقع يعني أنا الرقع اللي وصلنا له هذه الأزراح ممكن في جزئية دي نتكلم بالأرقام لأن دايما الأرقام بتعزز ما يحدث على أرض الوقع في مصر يعني إحنا تحولنا من كان دايما فيه كلمة تتقال أن مصر أكبر مستورد للأمح في العالم طبعا دولة عدد سكانة كبير هي دولة الشرق الأوسط بصفة عامة كلها من أكبر مستوردين للأمح في العالم طيب دولة مصر عدد سكانة كبير 100 مليون ولا حاجة ولا أكتر فكنا أكبر مستورد من 3 سنوات ولا من 4 سنوات إحنا تحولنا الآن لرقم 3 يعني قابلنا تركيا واندونسيا فحصل تحسن كنا بنستورد مثلا في يوم الآن أكتر من 80% ولا حاجة من استهلاكنا للأمح دلوقتي وصلنا إن إحنا بنستورد 40% وبنتنتج محليا 60% ده جزء فكان في بدائل الدولة المصرية اشتغلت عليها يمكن البعض يظن إن هي مش كفاية ولكن في موضوع بتاخد وقت أو فيه أفقا للإمكانيات المتاحة أنت في الآخر بتحكمك بورد أنا لأملك عصة موسع يعني أنا لازم أمشي بخطة الخطة لازم يكون فيها نوع من أنواع الثبات بالفعل فإنت أكيد يعني لو مواطن بيسأل يقول إحنا الدولة اشتغلت على الموضوع ده إزاي أكيد إحنا شفنا التوصع في الرقعة الزراعية إحنا دايما كانت الأراضي اللي بتتزرع عامح كتقل من كده لكن إحنا الآن وصلنا مول أكبر رقعة 3.6 ومش كفاية كان في تشجيع للفلاحين من ده كان في حوايف لفلاحين لده إهمال الفلاح كان لسنوات يعني برضو قطاع الزراع أهمل في مصر اللي سنوات اللي صالح قطاع الثاني اللي صالح قطاع الخدمات المالية اللي صالح قطاع الصناعة ولكن إحنا ابتدنا الآن نستشف ونحس إن كان فيه أزمة في النقطة دي وابتدى فيه اهتمام والتوسع في الأرض الزراعية والمشاريع القومية الزراعية ما ده أقول لأخونا حاجة بتصب في المصلحة في الاقتصاد أو في المصلحة المواطن ودائما حتى يعني ممكن البعض اللي بيقول لك يعني هي المشاريع القومية المفروض ليه بتشتغل في العقارات أو تقلق عليها أو مشاريع غير منتجة طبعا الكلام ده مش صحيح طبعا لإن انت يمكن الطرق الكباري الحاجات اللي بتشوفها في تحت بيتك بتشوفها في الشارع بتاعك وانت راح الشغل وانت راح تتفسح وانت نزل مش عارف تتماشى ده اللي بتشوفه ولكن تأكيد سلا يعلم المواطن اللي هو لو خد 500 كيلو امتداد محور الضبعة هلاقي مشروع زي مستقبل مصر ايوا بالفعل فما فيش حد راح الدلتة الجديدة وشوف الأراضي المستصلحة اكيد ما فيش حد راح الفرفرة محدش راح تشك الاماكن دي اكيد ما فيش مواطن بيعد عليها ولكن طبعا انت في النهاية في مشاريع اكيد زرعية ولكن انت طبعا نقدر نقول برضو انها بتحول تواكب الزيادة الكبيرة اللي في الاستهلاك وتحول تواكب زيادة عدد السكان انا زي ما قلت ان يمكن احنا كمان بقى عندنا فوق العامل ده الازمة الروسية الاوكرانية احنا كنا بنستور تقريبا 40% من الحبوب بتاعتنا من هناك فبقى عندنا كمان عامل زيادة يعني يفرض علينا مسألة انه نهتم بزراعة القمح لانه يعني امن قومي بالنسبة وكمان حتى بند دعم الامح في الموازنة العامة يعني ممكن وصلت 90 مليار قبل الازمة واظن ان يعني 90 مليار دعم الامح في الموازنة العامة فطبعا يعني حتى دي مبالغ ضخمة كمان انا زي ما قلت ان الشغل على النوع ده من الازمات دي بياخد وقت موجود وفي كذا حاجة يعني يمكن بنحاول وكل الدول على فكرة في الازمة دي وكل الدول بتبحث عن حلوله وتبحث عن مخرج فانا قلت ان هي كمان ازمة مزدوجة ليس فقط اصعار الامح والزيوت اللي زادت طبعا بشكل كبير والمواطن بيشتكي وانا بشتكي طبعا زيادة كبيرة في الاسعار خاصة ان احنا في الهيكل الغذائي بتاعنا بنستخدم الزيوت بشكل كبير ومفرط والحبوب والمخبوزات فده اكيد ليه انعكاسات وطبعا على الميزانية والاسرة وعلى حتى الموازنة العامة للدولة لان كل الفرق في السعر بعد ما كان طن بمتين طن الامح بمتين دولار زادت ضحفة تقريبا فده كله بيبحمل على الموازنة العامة المصرية بشكل محروقات اللي كمان زادت بالفعل فالمواطن دايما بيطالب الدولة انت بتغلوا ليه حاجات وحقه طبعا الاسعارها زادت الضحفة انا كنت بجيب الزيز الزيز بكذا بكذا هو حقه ولكن لازم تعرف ان الفرق ده بتتحمله موازنة العامة للدولة طب الموازنة لما بتتحمل الفرق سواء في اسعار الموازنة الغذائية الأساسية وانه دي حاجة مهمة جدا طبعا وايضا في اسعار المحروقات لو فيه فرق بتتحمله الدولة طب ده بينعكس على عكس الموازنة بينعكس على الدين فطبس تلاقي الناس يقولك الديون مع خروج كمان يعني رؤوس الأموال الساخنة يعني اه تم تبدلها بنوع آخر من الاستثمارات لكن كل ده بيخلق نوع من أنواع الضغوط والتحديات على الدولة بالفعل فلكن انا بقول مثلا دولة لا تعمل منفردها يعني لو حطنا كل حاجة على كهل الدولة هللاقي ان هو ما فيش حال ما برضو ما فيش شخص ايد لوحدها ما بتسقفش زي ما بيقولوا جدا وخلينا اقتبس هنا السلوجن أو الشعار الخاص بي الحملة اللي اطلقتها مثلا تنثقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاص بي سوا هنعدي ازاي سوا نعدي فعلا من الأزمة الحالية اللي موجودة في الأزمات التعاون المجتمعي مهم جدا هي ليس فقط حكومة ولكن وظمت مجتمع مدني وأحزاب وشباب ونطرح تصورات وأفكار ورؤى وننقل أفكارنا وتصوراتنا لمتخز القرار الرقابة هنا مهمة رقابة شعبية قبل رقابة الوزارة التموين نقول ان الرقابة ممكن تكون ضعيفة الحكومية ولكن الرقابة الشعبية تكون أقوى رقابة الشعبية متمثلة في ايه متمثلة في جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك ولا الامتناع عن الشراء لا مش الامتناع عن الشراء لكن نقول يعني جهاز حماية المستهلك ده أي مواطن ممكن يكون مفتش مراكب تبع جهاز حماية المستهلك وفيه خط ساخن أتصل يكون على مدار مثلا الساعة أو لحد مثلا ساعة خمسة أو لحاجة طول النهار 15 ساعة أو 10 ساعت أتصل في أي وقت تبلغ عن أي مخالفة يتحركوا على طول على فكرة أجهزة حماية المستهلك والمنظمات اللي شبه دي في الدول الأوروبية ممكن ده بيتطلب أن المواطني بقى إيجابي بقى إيجابي ما دي حاجة مهمة جدا يعني أنا مثلا أكون قاعد داما واحد يشتكي يقول لي ده فرن العيش ده أنا بشوفه كل يوم بيطلع شكاير الدقيق وبيهربها بره حصة الدقيق بتاعته بيطلعها وبأباح أقول له أنت عملت إيه بتفرج بتفرج ليه ما بتشتكيش بلغ اعمل شكوى حتى لأول شكوى صور ومجلس الوزراء دلوقتي عامل صندوق الشكاوى الخاص بمجلس الوزراء منظومة صندوق الشكاوي دي يعني بيتاخد بها فعلا وفيه ناس كتير اشتكت وبيتم النظر في الشكوى بتاعتها دي والدولة مهتمة جدا بمنظومة الشكوى دي بكلامش يعني فيه ناس اشتكي أنا عرف ناس حصل معاها ده دون وساطة ودون يعني معرفة اي شخص بمجلس الوزراء هو بيبلغ بيقول بيجيلوا رقب الشكوى والناس بتتابع يعني مش هنروح بيقوالدي عمل كده في وقت من الأوقات وفعلا اللي قلت بيقولي الناس اتصلوا بي وحلولي الممكن فدي حاجات بقى محدش بيقوله وعنك احنا بنشوف بعينه فالواحد لما بيشوف بعينه الكلام ده اكيد بيدي له نوع من أنواع الصقق فانا زي ما قلت هو موضوع يعني أزمة محتاج تكاتف المواطنين مع بعض نظمات المجتمع المدني الأحزاب بيكون لها دور لنا دايما كنا بيقول فين دور الأحزاب احنا جينا الأحزاب يكون لها دور أكتر في التوعية لدى المواطنين وانه هما يبتدوا 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 انشروا ثقافة الوعي لدى المواطن وثقافة ترشيد الاستهلاك وانك ثقافة تتعامل مع الأزمات فانا اذا قلت هو نعمل أنواع التكاتف طيب احنا بنقول ان الأزمة دي يعني أزمة في الموضة الغزائية الأساسية فانت محتاج يعني تتعاون مع بعض او محتاجين نقول هنا بقى نقطة برزة أهمية او يعني أصبحت الظروف العالمية موتية او نقول أكبرتك الظروف العالمية للتكامل العربي التكامل العربي كان حلم بيراودنا وإحنا صغيرين لكن احنا كنا شايفين برضو وفيش تكامل عربي اقتصادي مصر هنا وقعت في الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء في الإمارات مع الأردن عملت نوع من أنماء التكامل الاقتصادي العربي بفكرة اللي هو دخست ثمارات لي خمس مجال يعني او خمس صناعات بعينها بنتكلم عن صناعة البتروكيمويات بنتكلم على الغذاء بنتكلم على أربع قطاعات ثانيا من القطاعات الوعيدة اللي نقدر نحل بها الأزمة دي أهمية برضو المبادرة دي زي جميل أحمد أنك أشرت إلى المقطة فأنا قلت التكامل العربي حلم هنجتد نتكامل ظروف موتية وظروف بقتكبرة تاريخيا الأزمات اللي زي كده أزمة 73 أزمة البترول لما ارتفعت أصار البترول للطاقة وأصلا وأزمة أختها برضو حصلت في التمانينيات فده كان تحولات المصريين اللي موجودين في دول الخليج أيضا بتزيد في مصر مع كل أزمة ليه بيبعنون في وقت بطرولة ضخمة وده حصل في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد سحب ببعض الاستثمارات الاستثمارات العربية عوضت ده بشكل كبير وكمان تحولات المصريين بالفعل جاء زي ما حضرتك أشارتي أن تحولات المصريين بتدريد دول الخليج تزيد ليه؟ كان البرميل بستين دولار وخمسين وأربع أيضا في الاستثمارات عايكان أنه هو اللي بيحرك رؤوس الأموال العالمية عامل الرح ولكن العوامل السياسية بتلعب دور كبير جدا جدا صحيح وأنا عايز أقول لك أنه في دول بعينها في المنطقة أنا أقول لك تقول لي يعني ليه الدول دي إحنا دي منقبس زي الدول دي بتجالها استثمارات ضخمة وعندها وعندها أنا أقول لك لأن علاقتها بالدول الفلانية دي أن هي بتعمل لا أتمني أن لأنا ما بقىش زي الدول دي لأن لغة المصالح هي اللغة التي تسيطر في العلاقات السياسية ما فيش خصومة دايما وما فيش يعني مصالح دايما هي فكرة هي لغة المصلحة أنا مصلحتي فين فلما الدولة دي تضخ استثمارات عندي وقت ما يبقى فيها أزمة تسحب كل استثمارات أنا نهرت بالفعل ولكن إحنا هنا زي ما قلت أن يعني التعاون العربي مهم جدا في النقطة قلنا دولة الإمارات هي دولة شقيقة لعلاقات السياسية كويسة بيحكمنا في أطور مشتركة زي اللغة زي قرب الحدود الجغرافية حجم تجاريتنا معهم يعني شغال كويس جدا نحن يمكن وصلت كالفة 2019 قبل الأزمة كانت 4.8 مليار دولار بنصدر لهم وبنستورد منهم شغالين تجاريا معهم مع الأردن أيضا كويس الإمارات دي دولة حاندها فوقت بترولية مع ارتفاع سعر بترول يمكن هي التانية عالميا والأولى إقلاميا من حيث السندق السيادي عندها 6 سندق حجمهم ترليون ونص تقريبا صحيح في صندوق منهم هو اللي مصر وقعت معها أو وقعها مع صندوق السياد المصري ضخ 10 مليار دولار 10 مليار على مدار 5 سنوات يعني تقريبا كل سنة 2 مليار دولار دي حاجة كويسة حاجة إيجابية تحولات المصري من خارج يعني تقلل الضغط شوية على الدولار أيضا ارتفاع سعر الغاز يعني يمكن الأزمة إحنا ضررتنا في حاجات ولكن فررتنا في حاجات ارتفاع أسعار الغاز وبتضيضة نطرح الشحنات الغاز المسال في السوق الفوري بأسعار كبيرة جدا على فكرة كانت من سنة وسنة ونص كانت أسعار الغاز متدنية جدا دلوقتي أصبحت الغاز المسال أسعاره مرتفعة ومنحق أرباح وكده ومصر كمان مصر كانت من الدول اللي هي حقائق أكبر معدل نموه في إنتاج وتصدير الغاز المسال ده معنى أن البنية التحتية المصرية قدرت تستجيب بسرعة للطلب المتزايد دخل للشركة الأجنبية اللي هي شريك في محطات إتكودوميات أقلت لك والله إحنا هنضاعف الإنتاج السعر الإنتاجية بعد ما كانوا بإنتاجوا 12.5 مليون طن سنويا لا هننتج هنخليها الضحف نوصل 22 أو 23 مليون طن لأن الاتحاضر الأوروبة عايز وفي أزمة عندهم في الطاقة فبالتالي أنت يعني بتوبى فيه حاجات نقدر نقول دي تسد مكان دي طيب نرجع للتعاون العربي نقطة مهمة المواد الزراعية يعني إحنا دائما كنا بنتكلم في التعاون في الصناعة والخدمات المالية والأمور اللي زي كده ولكن كان دائما الزراعة مهملة شوية يمكن كنا بنعتمد بشكل أو بآخر على استراد الحبوب والحبوب الزيتية من دول أوروبا الوسطى ودول وسط أوروبا وروسيا وكده وما بحكم أن الظروف المناخ عندهم أحسن وبيزرعوا الأمح والحبوب الزيتية مرتين في السنة والأرض أغلب يعني أوكرينيا دي أغلب أرضها أرض صالحة للزراعة يمكن ده مش متاح في دولة زي مصر إحنا محدودية الأراضي الزراعية عندنا محدودة والموارد المائية أيضا عندنا محدودة فأنا شايف برضو نكمل التكامل العربي ونبتدي نزرع في الأراضي الدول العربية فأكيد الاستثمارات المشتركة في دولة زي السودان وهتأتي بثمارها وهتأتي بثمارها وشكل سريع خصوصا في الأزمة طيب طيب كريم عايزين نروح مع حضرتك للقطاع الخاص ودور القطاع الخاص في أزمة زي اللي احنا بنعدي بها وكمان هذا القطاع يواجه الكثير من المشاكل ويمكن دولة رئيس الوزراء في اجتماعه للمكاشفة والمصرحة عما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية ويعني سبل الدولة المصرية لمواجهة هذه الآزمة تحدث بالتحديد عن دور القطاع الخاص وإنه القطاع الخاص بدل مكان نسبة مشاركته 30% تعالى توصل ل65% خلال الثلاث سنوات الجايين الإجراءات اللي الدولة بتتخذها لدعم هذا القطاع لأنه بالتأكيد قطاع مهمة جدا ويعمل بالكثير من المصريين يعني القطاع الخاص يعني ونغمة أن الدولة بتزحم القطاع الخاص ماشي كلام كتير في النقطة دي في اليومين دول فخلاص نعتبر أنه فيه كلام متداول فيه حالة من أنواع الربكة لدى المواطنين وكلام اكتدى يكتر وبتاع خاصة القنوات اللي بتهجم مصر من الخارج الحكومة واخد كل الأنشطة الاقتصادية ماشي يعني ماشي والدولة بترد عليه وحاجة إيجابية يعني أنه بتدري رسالة طمأنينة أنه فيه مصاق الدولة البيانات من عام 2000 أو من قام التسعينات ألا أن الاستثمارات العامة يعني نحن بنيجي نشوف الاستثمار عام وخاص استثمارات العامة أو الاستثمارات الإجمالية اللي شاملها الاستثمار العام والخاص أن الاستثمار العام هو اللي بيقود مع الخاص حتى لو شفنا شفنا على سلسلة زمنية الناس اللي بيتتابعوا بتشوف أرقام بتاخدش كلام وترواجه وخلاص هنبص لهم بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض يزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض الاستثمارات الحكومية علاقة كامولية آه بالفعل هي محفزة الغالب الأعامة هي لها محفزة ممكن تكون بتزحم في بعض القطاعات ولكن إذا كان فيه مزحمة في ظل ظروف استثنائية ماشي يعني وارد في الظروف الاستثنائية الكلام ده يحصل ما هي دي بقى اللي نحن نقف عندها تحديدا فكرة الظروف الاستثنائية لأن الوضع في مصر في الفترة الماضية ما كانش وضع طبيعي هو وضع استثنائي أعتقد ما فيش مستثمر هيقدر اللي هو يدفع تريليونات علشان يعمل محطات رفع علشان يروح يستثمر فيه أراضي هي أراضي صحراوية فيه الأساس لكن بعد ما تم عمل أبحاث ودراسات اكتشفت الدولة أنه لا نقدر اللي احنا نعمر هذه الأراضي عشان نحقق الفجوة ونقلل فطورة الاستراد من العملة الصعبة كمان تحديدا محطات الرفع اللي اتعاملت بهذه الأطوال الكبيرة جدا وبعد ما اتعمل البنية التحتية النهاردة الدولة بتفتح شراكة حقيقية زي ما حيك قلت وتخارج في نفس الوقت الصوب الزراعية يمكن تصريحات السيد الرئيسك بتقول إن الصوب الزراعية بتكلف الصوبة الوحدة على الدولة مليون جنيه أعتقد برضو ما فيش مستثمر هتقوله يعمل ده ويطرح بأسعار مناسبة فيه السوق المحلي هيقول لك هاجه استثمر لا هيعمل ده بس هيبيع بره عشان يبيع بالدولار يعوض الفرق القطاع الخاص يهم الربح العالي والسريع لكن الربح طويل للأجل ده ده استثمارات تقوم بها الدولة فالدولة طبعا مطالبة من المنية التحتية مش فرطب من التحتية على الفكرة طرق وكباري يعني الناس مناتعلق على دي لا والاستثمار في التعليم والمدارس والمستشفات ده بنية تحتية برضو بتشجع وبتدعم القطاع الخاص ما أنا لما هتم بالتعليم وحسن مخرجاتي من التعليم هيبال القطاع الخاص اللي هيجي هيلاقي عندي عمالة مهرة أو ملاقاش عمالة مهرة يلاقي نصف مهرة نصف مهرة دي سهل تحولها يعني سهل تدربها فدي مخرجاتي التعليم ده جزء مهم وإحنا عشان كده حتى شفنا إن في جامعات جديدة بتدي تخصصات جديدة وبرامج تعليمية جديدة ما كانتش موجودة إحنا خلاص يعني نقول اكتفينا من الحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والأداب يعني هي تخصصات مهمة ولكن كفاية النوع ده من التخصصات عندنا منها ملايين المتخرجين ومش لأنهم من فرص عمل أصبح الآن لدينا جامعات وتخصصات جديدة وتخصصات ندرة واختخصصات مطلوبة الجامعة الجلالة الجديدة وأكاديمية الجلالة نصطيح هنا دكتور كريم نصطيح هنا أن نقول أن الدولة تعمل بمسارات غير تقليدية لمواجهة الأزمة الحالية إحنا فين من العالم الحمد لله بما يحدث عالميا وانهيار كبرى الاقتصادات العالمية نستطيع أن نقول أن الحمد لله الحمد لله بعد ربنا طبعا ووقوفه بجوار المصريين والخطة بتعمل بها الدولة بعيدة المدى اللي أثبتت النهاردة أن هي الحمد لله شغالة بشكل أفضل نحن نستقر حاليا ونقف على أرض ثبتة بما يحدث حولنا مقارنة بالدول الأخرى الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي بنشكر حاجة فنم على وجودك معنا في صبع الخريص شكرا جزيلا شكرا